وجود التشجير وفي تأكيد وزارة الإسكان كمان حرصها في كل مشروعاتها على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضرة والفراغات العامة في المدن الجديدة وزارة الإسكان قالت أن كل المدن الجديدة بتتمتع طبعاً بمسطحات خضرة بمساحات كبيرة وده علشان يحققوا جودة الحياة للمواطن وزيادة حصة الفرد من المسطحات الخضرة والفراغات العامة طب بالنسبة للمدن القديمة بقى هيعيد تشجيرها وتحت مسمى إعادة الإحياء للعمران القائم وده بزيادة المسطحات الخضرة والفراغات العامة نوية وزارة الإسكان كمان وقالت إلى أنه في سبيل شأ المحاور الرئيسية أحياناً بتضطر الدولة أنها تقطع بعض الأشجار عشان بتشؤ طرق لكنها بتعوضها بأضعاف في العديد من مشروعات الحضائق والمتنزهات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة